الحلي ما يتزين به من المعادن والأحجار الكريمة فهل في الحلي زكاة؟ الحلي تنقسم إلى قسمين الأول ما كان متخذا لغير الاستعمال والزينة كالمتخذ للتجارة أو للإجارة أو للإدخار والتوفير وهذا القسم لا خلاف في وجوب الزكاة فيه الثاني ما كان متخذا بقصد الاستعمال والزينة وهو نوعان الأول ما كان من غير الذهب والفضة كالماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحوها من الأحجار الكريمة وهذا النوع لا زكاة فيه بالإجماع الثاني ما كان من الذهب والفضة وبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جرام للذهب وخمسمائة وخمسة وتسعون جرام للفضة وحال عليه الحول وهو أيضا قسمان الأول ما كان استعماله محرامة كاتخاذ الرجل لأساور وخواتم الذهب وهذا القسم تجب الزكاة فيه بالإجماع إذ التحلي به لم يخرجه عن كونه مالا زكوية لأن الشارع لم يأذن في هذا التحلي فصار في حكم غير المستعمل الثاني ما كان استعماله مباحة وهو المراد غالبا بمصطلح زكاة الحلي وهذا القسم وقع فيه خلاف بين العلماء فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه فهو كغيره مما تقتنيه المرأة للزينة ومن العلماء من رأى وجوب الزكاة فيه لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولأنه أحوط وأبرأ للذمة والأمر في هذا واسع والخلاف فيه معتذر وأما القدر الواجب إخراجه في الحلي فهو ربع العشر ويكون إما من قيمة الحلي وإما من الحلي نفسه فيكون في المئة جرام جرامان ونصف الجرام